السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية كبيرة المتتبعين الأوفية أينما كانوا داخل الوطن الخارجة اليوم سنتحدث عن المغرب التي يرد القساوة التي يرد القوة على إسبانيا ويعملها بالندب الند كذلك سنرى لأول مرة التلفزيون الرسمي الإسباني اللي هي La Primera تنشر خريطة المغرب كاملة من طنجة القويرة ونرى في الخير كيف ألمانيا تغضر بأوكرانيا قم عياة الإخوة نشوفوا التفاصيل ولكن دائما كانت منكم اللايك والبرتاج والاشتراك جزاكم الله خيرا ودائما مستمرين في القضية المقدسة عن الشاب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء وفي مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله سندخلوا الصور بالموضوع بطبيعة الحال موضوع الساعة هو الهجوم اللي يقع لبليليا المحتلة من طرف الأفاريق هذا كبير وهجوم ضخم من طرف الأفاريق اللي بطبيعة الحال كانوا موجدين لو يعني كانوا ديرين خطة هات الأفاريق باش يهجموا على مليليا المحتلة هنا أخواني أخواتي المغرب تستطع أنه هي تصدى لوحد العدد يعني كبير وحد العدد ضخم ودخل يعني واحد الألف لمليليا المحتلة ووقع واحد الإنستنفار أمني داخل مليليا فوضى الحكومة الإسبانية بلات الحكومة دي المليليا كذلك حماقت وهنا كيتهموا المغرب باللي مقصر في الخدمة ديالهم كيتهموا المغرب أنه كيستعمل الورقة ديال الهجرة باش يضغط عليهم وكذلك يستعمل الهجرة لأهداف سياسية لكن كيخرج المغرب وكيجاوبهم بجواب ديبلوماسي جواب رزين جواب قوي ورسميا عن طريق الناطق الرسمي بالمملكة المغربية كيقول باللي المغرب ما كيستغلش ملف ديال الهجرة لأنه سلطات المغربية تصدت الواحد العدد كبير الواحد العدد يعني أكتر من 3000 مهاجر غير نظامي يعني من الأفارقة وقال لهم أصلا يعني هاد المهاجرين هم أصلا مدنيين وكانت عاملوا معهم معاملة إنسانية كنشوفوا فيهم إنسانيا الناس هربانين من الجوع كيحلموا أنهم يدخلوا لأوروبا أو كيديروا حد اللجوء إنساني كيهاربين من معارك أهلية هاربين من الفقر هاربين من المجاعة لهذا المغرب ما غديش يقتر يحقر عليهم تعامل معهم إنسانيا هاد الناس أو هاد الأفارقة كيحرقوا لإسبانيا باش يقلبوا على حياة أخرى لمستقبل أفضل هنا أخواني أخواتي إيلا كتلاحظوا باللي المغرب كيرض الصرف لإسبانيا المغرب هاد الجواب جاوبها وردليها الصرف بحيث في الأزمة ديالي بنبطوش مني ندخلوه بنبطوش الأراضي الإسبانيا ودخلوه المستشفى لوغرونيو وهنايا المخابرات المغربية بارك الله عليها جبداتوا لهم من اللي المغرب يحتاجوا لهم كيفاش دخلتوا هاد مجرم وهاد الانفصال لبلادكم شنو غدي يجاوبوا غدي يقولوا بلي هادك إنسان مريض ودخلناها إنسانيان وما قدوش نسمحو فيه هنا كذلك المغرب هاد المهاجرين لأفريقا خلاهم يدخلوه مغديش يستعمل معهم العنف إلا بغت إسبانيا تستعمل العنف هادك سوقها ولكن المغرب إنسانيان مغدي ديالهم حتا شي حاجة ده اللي في جهدو وتصدى يعني الواحد العدد كبير والغالب الله يعني إسبانيا الكورا رح عندها في الملعب ديالها هادو كل يدخلو المغرب ما عندو ما يدير لهم يعني ألف مقارنة مع تلت يعني عدد صغير المغرب رح تصدر تلتالف مهاجر غير نظامي ومليليا المحتلة رح يدخلوه عندها غير ألف وإلا جينا الإخوان يعني نهضروا هاد الأفريقا رح يدخلو المدينة إفريقية بحكم أن سبتا ومليليا هما مدن مغربية محتلة من طرف الإسبانيا وهاد المدن المغربية هما بطبيعة الحال في القرى الإفريقية وإسبانيا خاصها تغرف باللي إفريقيا للأفريقا وهنا كانت تأكدو باللي ولود بورقا باللي إسبانيا هي كامونية إلا حكوتيها عد كتعطرها هنا أخواني أخواتي عشية ديال بارح يعني ديال جمعة التلفزيون الرسمي الإسباني اللي هو لابريميرا كيحط أو كنشر صورة أو كنشر الخريطة ديال المغرب كاملة يعني من طنجة القويرة هنا يا هاد القناة هي رسمية هاد القناة ما يمكنش يعني تحط شي خريطة كاملة ولا شي بلا ما ترجع للحكومة هاد شي يعني مدبر من إسبانيا مدبر من الحكومة الإسبانيا وهنا كيقولوا متتبعين باللي إسبانيا كتلي وتتغزل يعني بالمغرب لطي الخلاف وكما ذكرت من قبل الإخوان ولاد بورقا هما كامونيين خصوصا أن الحكومة الإسبانيا حاليا كتعش واحد ضغط يعني كبير بدرو سنتيز كل شي ضغط عليه الأحساب كيضغطوا عليه كيقولوا خصوصا ندخلوا سبتا ومليليا لمنطقة تشينجر إسبانيا الجنوبية كتضغط عليه خاص كتحل الأزمة خاص كترض العلاقات مع المغرب راح نعيش للفقر الحكومة دي مليليا الحكومة سبتا كيضغطوا عليك خاص تحل المشكل مع المغرب باش نفتحوا المعابر هنا بدرو سنتيز صرا مضغوط والحل الوحيد اللي كيبالو والحل الوحيد اللي غدي يحل هاد الأزمة هو أن إسبانيا تعترف مغربية الصحراء ودابا غدي تنتقلوا لألمانيا كيف هاش غدرت بأوكرانيا غير البارح الإخوان كنا كنشوف ألمانيا قالت باللي غدي تدعم أوكرانيا بالسلاح وهي معها وهي الدعمة الأولى لأوكرانيا ولكن خرج اليوم وعلن المستشار الألماني كيقول على أن ألمانيا ليس الطرف في صراح أوكرانيا وأنها ما غدي تنضم لي وهذا الشي ينقلاته قناة تلفزيونية ألمانية رسمية والكلام ديل هاد المستشار الألماني قال بالحرف نحن لسنا ولن نكون جزءا من الاشتباكات العسكرية وقال من الواضح أننا وحلف الناطو والدول دي الأعضاء أنه شارك فيه هذا الصراع في الوقت نفسه قال ألمانيا غدي تبدل قاعدة اللي في جهدها باش تعاون الشعب الأوكراني وتحاول هي والدول الأعضاء باش يتوقف النار اللي كان في أوكرانيا يعني إطلاق النار اللي كان في أوكرانيا من طرف روسيا الكلام الإخوان تغير غير من البرح اليوم الكلام مرجع واضح أن ألمانيا غدرت بأوكرانيا ألمانيا اللي كانت تقول بلي هي الظهر دي الأوكرانيا اليوم كان نشوف بلي غدرت بأوكرانيا وهنا إخواني أخواتي هاد الحرب دي الأوكرانيا مع روسيا بينت بزيف دي الأمور فتعلها بزيف دي الحواج يعني ما كان ش في هاد العالم حلفاء وإنما صديق وكيقول سياسة ما فيهاش صدقة دائمة ومفيهاش عداء دائم لهذا إخواني أخواتي لهذا الناس اللي خرجوا كيقولوا علاش المغرب ما خرجش ضد روسيا علاش المغرب ما شارك شو صوت ضد روسيا هاحنا البرهان كيبان ألمانيا اللي كانت حالفة أوكرانيا وكانت بغية تدعمها ها هي اليوم كتخرج وكتنساحب وكتقول إحنا ياما شف الصراع إحنا ياما رح نشمح أوكرانيا هنا إخواني أخواتي المتتبعين والمغرب اللي مشوا ضد القرار المغرب وها هي الرؤية كتبان وكيبان القرار اللي خد المغرب هو قرار حكيم قرار في محله قرار زين هنا علاش كنقولو الدبلوماسية النعيمة الدبلوماسية الحكيمة دولتنا الحبيبة مهم الإخوان هذا هو الموضوع ديالنا كنت من لايك والبرتاج لهذا الفيديو كذلك الاشتراك وتتبعي الأوفياء شكرا جزيلا للدعم ديالكم المتواصل أما الضيوف جداد فهو مرحبا وآلف مرحبا ودائما المستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم لهي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها